السلام عليكم مشاهدينا كرام نبدأ بصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلاميه اعزائي تلاميز السنة رابعة ابتدائي نتلاقي فيديو جديد هادي نكملوكم الدرس ونكملو الدرس بدرس درس فصل الثالث اه درنا في الماضي مبني للمجهول اليوم نديرو الالف اللينة في الافعال في الافعال ثلاثيا ثم بالنسبة البرنامج اشتاعكم عليكم الايف اللينة في الافعال الثلاثيا قبل ما نبدأوا الفيديو ما تنسوا الجام شوفوا الجام ما يقول دائمكم كليكوا جام قبل ما نبدأوا الفيديو ما تنسوا اشتابونيو ليرام ابوني معنا نشكرهم للتفاعل ولكومنتارات الشابين نشكركم ولماذا ما تابونيو شماذا بيوم يتابونيو مع القناة لكي نستمر بالمزيد ضغطوا على الجرس يصي لكم كل جديد ما تنسي نضغط الجرس بكل درس جديدا طلعوا يوصلكم ضغطوا على اللايك كومنتار لا تنسوا شيء جام ضغطوا على الجرس بنبدأوا الدرس ودايما ندي قوم الاستخبار وقوم من هذا الدعاء لهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عديك وانا ما استطعت اعوذ بك مشاري ما صنعت ابو اولاك بلماتك عليه وابو بذنبي فاخفر لي فانه لا يخفر الذنوبة الا انت هذا الدعاء كل يوم دي رفك ورد وان شاء الله ربي رفع علينا الواباء في القريب العجل ان شاء الله وابو كورونا ان شاء الله ورغم البيوت لان هذا المرض قولوا الواعي 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 والوعي معتها الواعي هو ان دروا اليد فكيد اه نشوف هم يخرجوا النورمال مش امن ينافضل مرض يا مسلمين احنا كشعب شعب الجزائري واعي ماذا بكم ادخله الى البيوت تتاعهم ادخله البيوت تتاعهم ادخله البيوت تتاعهم لكي كل عائلة تبقى في بيتهم انتفادنوا العدوى من هذ المرض ومتبسلوش الدعاء اكثروا من الدعاء ورب يرفع علينا وان شاء الله نصوم ورمضان صحة وعافية وكونا نترفض علينا دلواباء وبدأوا في بسم الله اليوم ندلوه عفون الفلينة في الافعال عنا وقلنا لي من القراء الفلينة في الافعال الثلاثية في الكتاب تاعكم ومدينكم الدرس بس احنا نشرحو الدرس طريقة طريقة تعيي شوفوا هنا كيف تفهم العلف لينا في الافعال عنا الافعال الثلاثية كيف نعرفها ترسم قائمة هكذا ترسم على الشكل عفر ترسم قائمة هكذا في الافعال الثلاثية تنقسم الى قسمين ترسم كما ترسم هذا 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 مبيني بفرنسي ال بس هذا نحن نحوزوها للمدهر مثلا داعا او بالالف ساما قلنا داعا ساما شادا دانا ها شوفوا الالف كيف ترسم كما هاد ثانيا وقد ترسم في الافعال الثلاثية على شكل ياء غير منطوقة ياء ترسم على شكل الالف ولا ياء غير منطوقة أعرف مقصوب؟ لا كما يقضي بالياء المنطوقة بالياء الغير منطوقة جيب ما فيهش نقطة وقد ترسم في الأفعال الثلاثية على شكل ياء غير منطوقة هكذا مثلا قضاء ياء غير منطوقة ساعة طاوة بانا هذا ولكن السؤال هو هنا نطرف السؤال كيف أعرف إذا كانت الآلف في آخر الفعال الثلاثي قائمة أو على شكل ياء كيف أعرف إذا كانت الآخرين بللي قائمة ولا على شكل ياء ببساطة سأساعدكم الأرض بتعرفها يلاجه كما هكا قائمة ولا تجي على شكل ياء كيف أعرف ببساطة لا تقضي فقط آتي بالفين المضارع إذا وجدت في الواو في الفين المضارع تكتب الألف قائمة كما هنا يا ساما هنا يسمو شوف ساما الدين المضارع تارو إلا يكمل بالواو معناته تولي بالألف كما يسمو يمكمل بالواو بسم تولي بالآلف لينا معناتها أي فعل ينتهي بالواو ي suddenly سامتوا كما يسمو تولي ساما بها مكمولة بالواو تولي ساما تولي بالآلف صحيح تكمل بالواو والرجوها بالآلف داع يدعو يدعو برا يقوم بالواو تولي داعا يشدو برا يقوم بالواو تولي شدا اذا كملت بالواو نديرو لها الف ذيينة وانتا نديرو ارف مقصورة مع تارف غير المنطوقة القاعدة الثانية اللي قلنا لها اما اذا وجدت الياء في الموضارع فاكتب الالف على شكل ياء بدون نقعة شوفوا اللي قلنا لها صبنا الواو نكتبو الالف في المد بالصحي لها صبنا الياء على شكل ياء ياء في الموضارع سما نصيبوها نتولي على شكل ياء بدون نقعة لديكم مثال يقضي هنا يقضي براه يمكبونا بالياء على شكل نقعة شا تولي قضاء تولي الاف مقصورة بدون نقعة ولا تولي ياء بدون نقعة ياطوي شا تولي طاواء انا حاولت استعمال هذه الطريقة مع الفعل ساعة ياسعة وما ظهرت لي شلي هنا يشوفوا هنا ياسعة هنا عندي ياء فيها نقطتين لا كيف رجعت لي ساعة هنا ما ظهرت لي شلي شوفوا قلنا كنسيبوا الواو ورجوها ارف مد كنسيبوا الياء عندها نقطتين ورجوها ياء مقصورة شوفوا هنا عندي ياسعة ما مكاش من واحدة منه وانا ذوك شاندير هنا ما تتقل القوش هنا لا صبتوا كما هكا ياسعة ما ظهرتكم لا ياء ادوة وكان طريقة طبقوها ماذا افعل؟ بسيطة جدا هات المصدر معانتها المفعول المطلق ساعة المصدر تعوي شو؟ ساعيا ما شا تولي؟ ماشيا معانتها تولي ياسم لنرجوها ساعة بلية الغير منطوك ما نرجوها شا تولي؟ ماشيا هنا ساعة ساعيا ظهرت لي اذا يكتبوا بالالف الليينة على شكلية غير منطوقة نديروا مثال اخر ماشا ماشا توليتها يمشي يمشي معانتها ماشا هي مكمولة بلية فهمتي؟ هنا ماشا ماشا تولي قضاء يقضيت كذلك تولي قضاء فهمتي؟ مهم وشا تدنا كلام هدهما يلا ستو كما هاكا يلا سبنا قلنا الالف نرجوه شا سبنا يلا سبنا الواو يدعو تولي بالالف داعا نديروها الالف شادا يشدو شادا يسمو ساما نديرو لي بالالف الليين ويلا سبناها على شكلية كما هنه يقضي شا تولي قضاء كما هنه يقضي تولي قضاء يطويشة تولي طاوة بسرحة ان انا يحاو تستعمل ضريقاتي كما هنه ساعة يسعى هنا ما عنديش لياء ما عندي لاواو انا شادنا ونجيبونه في المتقطع ويسعى تولي ساعيا معانتها ساعيا ظهرت لياء ساعيا تولي ساعيا ظهرت لياء اذا تكتبو بالالف الليين على شكلية غير منطوقة تولي ساع ساعيا ساعيا هنا ينتهي في المضارع يدعو بهراوه هنا براوه مكمول بالواو يدعو براوه مكمولة هنا بالواو في الزمن الماضي تولي داعا نديرو لها ألف مكمولها بالواو ينتهي في المضارع يسقي براوه مكمولة بالواو تولي ساقة هنا استنتج تستنجوه الأعزاء بالواو كما هنا يدعو نديرو الألف تولي داعا كنسي بوليا يسقي تولي ساقة صحي حسنا حسنا نديرو أمثيلا يرجو شو تولي ويقوم بتير artery براوه هناك ثم اجزا نديرو ألف مد يدنو قوم بتيرkry وايجز محمولة باليأ هناها العكس البقاعة. جة ألف من المقصورية جة دا دحت في البداية 0 لي بدون نقاط我是 المشا ، كان Sci excit في البداية هذا هو الدرس. وقفوا الفيديو كتبوه انا شرحناه. مهم الاستنتاج لي تدوه ولا دي الاعزاء. إذا كانت مكمولة بالواو. نكتب لكم هنا الواو. نديرو وش نديرو? آرف. وإذا كانت مكمولة بالياء كما كش نديرو? الياق اللي ما عندهاش نقطتين. وإلا صبناها كما هذا المثال هنا صبناها ساعة. يعني كما هكا? يا ساعة. انا دو كنديل هنا. ما عندي لا ياء لا واو. ما رجحها؟ رجحها. المفعول المطلق. ما تقول لي? يا ساعة المفعول مطلق تاو شو؟ ارجع المصدر تاو. ساعيا. سما بانتليا. سما نديرو مثال. نعودو زيدو مثال. نعودو نديروكم مثال. كما نقولو يا سمو. يا سمو. رجح مكمولة بالواو. شا تقول لي? شا نديرو لها? ساما. ساما. نديرو لها? الآلف. يمشي. رجح مكمولة بالياء. شا نديرو? ماشا. يقول لي? ياء غير. غير منطوقة. هذي شدوها؟ معتها الواو. تقول لي الالف. تقول لي وياء. تقول لي لياء الغير منطوقة. شباه لها? غي. ويلان. طاحت الناياء كي ما هكا ناكي نعرف يا ساعة. وما عندي لا يا هذي لا واو. تم رجح المصدر تاو. معنة هذي المفعول المطلق تاو. تقول لي ساعيا بانتليا. سما تقول لي ساعة. هذا هو الملخص مشاهدين اكرم. هذا تعال الف الليينة. في تداميذ السنة الرابعة ابتدأي نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله الملخص. كتبوه. وهو الدرس. عفوا. اهو الدرس. حبسوا الفيديو وخفوا الفيديو. خلي الوقع هذا. خلي. روينها. او دكتبوه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح من التلاميذة اعزاء. وهذا هو الملخص. نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنسيفش ابوني الجام. اضغطوا على الجهاز لكم كل جديد. او نام الجام. نفضيكم ونتقي في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلام. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.